السياحة في بيروت بيروت عاصمة الشمس أهم مدن لبنان وعاصمتها النابضة بالحياة ستجد فيها ذلك المزيج الرائع بين الشرق والغرب لذلك أطلق عليها باريس الشرق لما تتمتع به من مقومات سياحية هائلة تقع مدينة بيروت على ساحل البحر الأبيض المتوسط إذ أنها تقع على شبه جزيرة منتدة منتصف الساحل اللبناني مع البحر المتوسط من الجهة الغربية وتعد الميناء البحري الرئيسي للبلاد كما أنها تقع على ارتفع 40 متر فوق مستوى سطح البحر هي من أكبر المدن اللبنانية حيث تمتد على مساحة 19.8 كم مربع وصل عدد سكان بيروت إلى 2.424.000 نسمة وبالنسبة للمناخ في الشتاء يمتد فصل الشتاء من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير حيث يكون الطقس فيه بارداً ورطباً بشكل عام الصيف يمتد من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الخريف يمتد من شهر ستمبر إلى شهر نوفمبر الربيع يمتد من شهر مارس إلى شهر مايو ومن أهم المعالم السياحية في بيروت ساحة النجمة في منطقة وسط بيروت هي منطقة أثرية يطلق عليها دونتاو بيروت أو السوليدير نسبة إلى الشركة التي قامت بإعادة إصلاحها بعد التدمير الذي صادها إدان الحرب الأهلية صخور الطيور بمنطقة الروش يطلق عليها كذلك صخرة الحمام أو صخرة صباح نصار أو صخرة الحب وهي عبارة عن تشكيلات من الصخور الضخمة تكونت عبر الأزمنة لتقف وسط بحر بيروت الغربي كالحارس العملاق متحف بيروت الوطني يعتبر من أهم الأماكن السياحية في بيروت التي تساعدك في التعرف على هويتها وتاريخها عن قرب فهذا المتحف يعد كنزا وطنيا مسجد محمد الأمين يعد أكبر مسجد في بيروت ولبنان بوجه عام وأجملها من حيث التصميم حيث ينتاز بتصميمه المعماري المميز على الطراز العثماني بقبابه الزرقاء والأربع مآذن الضخمة التي يمكن رؤيتهم من أي مكان في بيروت متحف سيرس كان في البداية قصرا قام ببنائه الراحل قولا سيرسك من أسرة آل سيرس وهي واحدة من أهم الأسر الأرثوذكسية الثرية في بيروت وذلك في عام 1910 ميلاديا ولكنه أوصى بعد وفاته أن يتحول القصر لمتحف للفنون الحديثة متحف ميم للمعادن فهو عبارة عن متحف علمي يقع في حرم جامعة القديس يوسف في العاصمة بيروت وقد جاءت تسميته ميم اختصارا لجملة متحف معدن ومنجم الحمامات الرومانية وهي عبارة عن ثلاث حمامات تم اكتشافهم وسط المدينة ومن خلالها تبين أن الحمام الرومانية لم يكن مجرد مكانا للاستحمام فحس ولكنه كان مبنى اجتماع متكامل يمارس من خلاله العديد من الهوايات كالتسوق والقراءة المسجد العمري الكبير يعود تاريخ بنائه إلى تاريخ الفتح الإسلامي لبيروت أوائل القرن الأول من الهجرة ويعتبر من أقدم الأبنية الموجودة في بيروت وقد أطلق عليه هذا الاسم تكريما للخليفة عمر بن الخطاب ساحة الشهداء في بيروت يطلق عليها كذلك ساحة الحرية أهم معالمها تنثال الشهداء ذو التصميم الرائع وهو عبارة عن نصب تذكاري لللبنانيين الوطنيين الذين قام الأطراق بقتلهم عام 1916 ميلاديا شارع الحمر في بيروت هو قلب بيروت النابض بأجوائه الصاخبة المفعمة بالحياة يعج الشارع بالعديد من المتاجر الفافرة التي تقدم أهم المركات العالمية فضلا عن المقاهي والمطاعم المختلفة كل ذلك جعل التجول في شارع الحمر من أمتع الأنشطة السياحية في بيروت شارع الجميزة هو شارع شاهد على العراقة والمعاصرة اللبنانية في الوقت ذاته ستجد فيه البيوت القديمة الباقية من الماضي وأبراج تعانق السماء تمثل الحاضر فقد يكون شارع الجميزة هو الشارع الأقدم والأطول ما بين شوارع بيروت القديمة خليج زيتونة يقع ساحل زيتونة على الساحل الشمالي لمدينة بيروت ويعد من مناطق بيروت الراقية والممتعة إلى أقصى حد يقدم لك خليج زيتونة باقة متنوعة من الأنشطة يمكنك استئجار يختم من نادي اليخوت الموجود به واستكشاف المنطقة المحيطة والقيام بالأنشطة البحرية المفضلة لك سواء كانت السباحة أو الغطس أو الصيد مول أسواق بيروت يقع في وسط المدينة ويتألف المبنى الخاص به من ثلاث طوابق تحتوي على أكثر من ثلاثمائة محلا تجاريا وتقدم أفخم المركات العالمية للألبسة الحاريمي والرجالي والأطفال مول آي بي سي الأشرفية بيروت كورنيش بيروت يمتد من منطقة خليج الزيتونة مرورا بما رينا وعين المريسة حتى المنارة والروشة وصولا إلى لرملة البيضاء فهو نزهة اللبنانيين للسير على الأقدام وركوب الدراجات ومقصد سياح للاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية للساحل اللبناني حديقة رينيها معوض هي أكبر حديقة عامة في بيروت يهرب إليها الناس من زحام وصخب المدينة ليجدوا الهدوء والخضرة والكثير من المرافق التي تم تصميمها بمعايير عالمية ومن أجمل الحدائق الأخرى هي حديقة الصنائع وحديقة السيوفي ملاهي ووه ترجيت المائية تعتبر الأمسب للهروب من حر الصيف تتيح هذه الحديقة باقة متنوعة من الألعاب المائية بما فيها المنزلقات المائية المشوقة بالإضافة إلى المسابح وبعض الألعاب المائية التي تم تخصيصها للصغار ويز أكوابر فهو أكبر متنزه مائي بالمدينة أبرزها هذا الكم الهائل من الألعاب المائية مدينة ملاهي بيروت فهناك العاب كهربائية ينجفب الجميع لرقوبها واختبار شعور الإثارة الذي تمنحه تجربة فريدة كهذه وتتنوع الألعاب هذه بحيث يتناسب جزء منها مع الأطفال وجزء آخر مع الشباب ثم نأتي لأفضل شواطئ بيروت شاطئ الرمله البيضاء شاطئ سوليمار بيتش شاطئ فيلامار بيروت شاطئ النادي الرياضي وشاطئ الجامعة الأمريكية الذي يعتبر من الشواطئ المميزة حيث يوفر رياضات تنافسية متنوعة مثل الغوص وهواية الغوص وهذه كانت أفضل الأماكن السياحية في مدينة بيروت عاصمة لبنان شكرا للمشاهدة وأتمنى متابعتك لمعرفة باقي مدن العالم من موسوعة ترافيبي دي شكرا للمشاهدة